سلام الله عليكم اعزائي تلمين سنة ثالثة متوسط اهلا وسهلا بكم معي من جديد اعزائي متابعي القناة الجدد اهلا وسهلا بكم معنا اخواتي شرفتونا ونورتونا ما تنسابش انفضلكم دعم القناة بالضغط على زر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس حتى يصلكم جديدة الدروس باذن الله نواصل احبتي تقديم صفحة رقم 60 هذا الدرس يعني تابع للدرس السابق اللي شفنا فيه لدسكور ديركت ودسكور انديركت يعني الخطاب المباشر والخطاب غير المباشر كما شرحنا في الدرس كيف اش تفرقو بين الخطاب المباشر والخطاب غير المباشر دانك عندنا لدسكور ديركت هو رحي يعني نتعرفو ليه من خلال les verbes de parole منواراهم رح نلقو la ponctuation دي فارول أو ديالك يعني لدسكور ديركت يعني لدسكور ديركت نحن ليس لدينا أي شيء ضد هذا الأساور ولكن على التلاميذ أو يجب على التلاميذ نزعها قبل كل اختبار صرحت مديرة المدرسة Elle أفرم qu'il est possible d'inscrire aux deux dossiers de Brasley les formules d'âtes fort utiles pendant les examens وأضافت أنه من الممكن أن التلاميذ يعني يكتبوا على هذه الأساور بعض العبارات والتواريخ والأشياء المهمة التي يستعملونها أثناء الاختبار والأحيباتي إحنا لازم علينا أنحطو خط سحسا لديسكور ديركت وخطين سحسا لديسكور انديركت لديسكور ديركت كيما تكارسلكم كيف أجتعرفوه؟ نعرفوه بلاي دو پوان ولي قيومي يعني الجملة الموجودة انتخ لديسكور ديركت أمادك المتحد على ديركت الآن لديسكور ديركت وقم يmişوقتي تأثب تقول الحالكي أشراً مريفة في المتحدث إلى اللقل ديركت دات فوروتل pendant les examens هذا نحط على خطين ورحيكون هذا هو le discours indirect voilà حباتي هنا الفرق بين le discours direct و le discours indirect و هاد les deux points و les قيم voilà deuxièmement transforme les phrases suivantes en passant du discours direct au discours indirect هنا تانا مجمو عمين الجمال المطلوب النانا نحويلوها الى يعني هي كانت le discours direct و رحي نحويلوها الى le discours indirect كي مالك كم تفو معايا le discours direct هو اللي عندو les deux points و les قيم اپری ال ل verب introducteur de paroles دانك هاد الجمال لازم علينا نحويلوهم الى le discours indirect هنا احباتي لازم عليكم تركزو معايا جيدا في طريقة التحويل وش هي العناصر المهمة اللي لازم نركزو عليها و كذلك العناصر التي يجبو تحويلوها او تغيروها هنا انا انا نفضل اننا نحلو على الكراس يعني حتى تفهموه جيدا يعني احسن من الكتاب تبعوه معايا نبدأ هنا احباتي الجملة الاولى الانسpecteur de polis دیکلار يعني ضابط الشرطة صرحة عندنا لانه 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 نفتحو القوسين الحادث وقع بسبب افراط في السرعة دانك هنا راكم تفهم معايا لذيك دیکلاري هنا عندنا لذي وعندنا لذي قيومي هذا هو قول ضابط الشرطة هنا هدف لذيكور ديريكت يعني كيفاش عرفنا لذيكور ديريكت لانه عندنا لذيكور لذيكور ورا لذي لذي وعندنا الجملة هذه اللي هي قول لذيكور de polis هنا المطلوب اننا نحولوه من الديسكور ديريكت الى الديسكور انديريكت هنا يراحين اول حاجة لازم لنا نلاحظوها اللي هنا القول هذا راهو جملة اخبارية ستون فخاز افرماتيف ديكلاغاتيف يعني جملة اخبارية يعني مثبتة افن يعني افرماتيف ما هيش نيغاتيف دانك لما تكون عندنا هنا جملة افرماتيف لما نحولوها ما ديسكور ديريكت افرماتي سيكون خيش انتزو اخبارية قيش وخيش ما псته لو جملة حبيش انتزو افرماتي ديكلاغاتي بتمسم هنا نحطو point على فن لما تكون الفهمتوني يعني لما تكون الجملة affirmative déclarative نحيو لديو point وليقي يومي ونحطو على فن ك الجملة الثانية من فرير dit جي ريوسي من اجزامن ده پرمي ده كندوير اخي قال انتنا ده point نفتحو القوسين يعني هذا قول تا اخي وبقال انا نجحتو في امتحان السياقة هنا لما نحولوها لحضو معيها عندنا ده point وليقي يومي رحين نحيوهم كما تكرنا لحنا مادمها جملة اخبارية مثبتة وعندنا اخباري اخباري رحين نحيو هادو ده point وليقي يومي ونحطو ك هنا تقول لي من فرير دي ك هنا يل هادي ترجع على من فرير هنا لحضو معي يعني هل حنترجم هايكم بالعربية بس فهموها اخي قال انا انا نجحتو في اختبار السياقة لما نرجع لدسكور اندريك تقول لي من فرير دي كيلا ريوسي سننغزامن دي اخي اخي قال انه هو ال هادي ترجع على من فرير انه نجح في اختباره لسياقة سن هادي ترجع كدلك على من فرير على ال سمنا تكونوا فهمتوني يعني هنا يالدسكور دي هو الشخص نفسه هو اللي يتحدث وهنا من فرير يتحدث على نفسه لانه هنا يستعمل جي و من هنا في الدسكور اندريكت حنا اللي رحي نتحدث عليه مثلا انا اقول اخي قال لي انه نجح في اختبار السياقة دانك كه هادي رحي بينا في بلس دو و لقيمة إيل هادي يتعود لنا جي لانه احنا اللي نتحدث عليه هو هو رحو غائب و صن هادي المدام حطينا إيل هنا رحي نحط صن voilà نمیرو 3 لاجون دو 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 يعني عون الشور تقال لساق المتحور أو غير الحذر دو دو نفتحو قفسين اعطيني او راقكا أو اعطيني وثاقكا هنا كذلك لاحظو معايا هدي حالة أخرى عندنا دو وعندنا الجملة اللي راه الداخل هي مهيش أفرماتيف مهيش ديكلاغاتيف مهيش ديكلاغاتيف اللي هنا ولكن راه امپيراتيف امپيراتيف تعني امرية هدو يعني في انواع الجمل عندنا لفخاز ديكلاغاتيف عندنا كذلك لفخاز امپيراتيف لما سكون امپيراتيف يعني هنا يمع انتاش لسجه دانك لحنا لحنا لverب دوني موا وو papي احنا دوني سي لverب دوني ا لإمپيراتيف دانك لما نحاولو الجملة هدي تعلو ديكور ديكت ويسكون امپيراتيف نحاولوها الى ديكور ديكت على بلس تعل دي بلد هدي ولي غيومي لاجون دي دي او conducteur imprudent دي لوي لوي هدي اي حا ترجع على موا يعني فقط رحين نقلبو المكان تحا دي لوي دوني سي papي و لverب اللي كون احنا في الامپيراتيف لما نحطوه وراء دي رحي ولي في الانفين تفاهمو فيها فقط تركزو معايا جيدا وحاولو انكم تعودو ولكن احن تفاهمها بإذن الله دانك اللي احنا تولي دي لوي داني سي papي سي هدي ترجع على ل الانفين يعني بايا تحوهو و لأ نمیرو 4 لأكوزه دیکلار جو سي انوصن الموت هم سرحا دي و يعني نقطاتين و ماذا سرحا للموت هم انا بري احنا رحين اللحضو بلي جو سي انوصن هد لأفخاز ها هي دیکلار تحوهو voilà رحين حولوها لأكوزه دیکلار ك يعني يعني في بلاس لدو پوان لگیوم نحطو ك هنها فقط لازم علينا يعني نحو لأ 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 شما لأ 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 نحطو لأ 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 جوهو رحين هذا رحي نساملو دو دنك تابيب الأسنان نساحني بي تجن نوب أكل الكتير منا السوكري voilà نميرو 6 يعني كل شيء سيوهوات يكفي فقط أن نضع الوصائل أو أن نسامل الوصائل وغابتنا ستكون نظيفة أكدا يعني مخصص في البيعة أو سرحة مخصص في البيعة هنا يلاحظوا معي الجملة يعني رحي رحي أفرماتيف ديكلاغاتيف دونك تحويل ساحا رحيكون سهل عندنا يعني مخصص في البيعة سرحة أفرمي أفرم بعد رحي نحطو كه يعني بش نحو لجيومي هادو رحي نحطو كه أفرمت أنه وغابتنا كه وغابتنا وكه يلس receivers وغاية وآية وكه يلس آهره يعني aquesta هذا قبل قول فعل يلسی نحطو كه يعني بش نحو لو ها إلى الوديسكور الانديرك نمیرو ست لطورست demande او پاسان كالهور اتل السائح سأل الشخص مار كم هي الساعة هنا لحظوا معها عندنا لفراز اللي فلوديسكور الانديرك c'est une phrase interrogative donc يجملا استفهاميا هنا لما تكون عندنا الجملة الاستفهامية يعني راح نفهموها من الكنتكست يعني من سياق الكلام راح نسيرو لو دسكور انديرك شوفوا معايا لطورست demande او پاسان لور كاله السائح سأل الشخص المار يعني كم هي الساعة ووالا هنا ما كتبناها بسيغة السؤال هنا احبا تفاقات يعني ما تتقلقوش الفيديو القادم بإذن الله راح يكون فيه شرح مفصل لحالات لدسكور ديركت و لدسكور انديركت يعني فقط هنا لانا نحاول نحلو التامل مع بعض فيما بعد راح ندير لكم الفيديو مفصل راح نديركت احسن بإذن الله كمان كمان جم مابل الأستاذ سألني كيف اسمي هنا لما تلقو كمان بارغزم لدينا كمان كم بارغزم بارغزم ووالا زمننا تكونو فهمتوني هذا فيما يخص لتمرين الثاني ويحين نكملو في لتمرين الثالث نجو نفهمو أحسن بإذن الله ثانيا ثانيا تتخلص انتخلص عن ديسكور انديركت او ديسكور 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 يعني هذا لك لك هذا هو يعني لك هذا هو ديسكور ديسكور نحن نعطانا جمال لديسكور ديسكور ونمطلوب أننا نحوولوها إلى ديسكور ديسكور نفس الشي اتصابي وماعي على الكورة سحتت تفهمو أحسن جمال الأولى لحضم عيه هاد العناصر اللي رهي باللون المغير هادو هما اللي لازمالينا نركزو عليهم في التحويل ديسكور الضحية صرحت إلى الشرطي بأن السارق خطف منها هاتفها النقال ديسكور 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 هنا في بلاس كما شفنا في التمرين السابق كهادي ديما تعودنا لدو بوان وليجيومي ديسكور نحطو دو بوان ونفتحو القوسين الغريسور تبقى كما هي اللي هادي احنا كنا نتحدثو عليها هي على الضحية ديسكور ديسكور لما تكون ضحية هي تتحدث على نفسها هاي حاتي تتعمل م ولا ما ديغوبة هادي ام هي ترجع على لما تكون تحدث على نفسها يعني مش إحنا اللي نتحدثو عليها ولا ما ديغوبة مان بوغطابلة يعني هاتفي النقال ولا يعني رهيس سهلا هناليا في الأول هناليا كنا هناليا نحضر على لابيكتيم سي بوغصان نقولو لوي نقولو يعني نحضره بضمائر الغائب ولكن في الدزكور ديغيكت لما تكون ضحية هي باعة تتحدث على نفسها هي حاتي تستعمل ضمائر المتكلم اللي هي ج م من ولا هادو هما دمائر المتكلم لشخص سيستعملهم على نفسه ضمك كما شفتوا معايا لابيكتيم ديكلاق أو بوليسي نديرو لدو ونفسحو القوسين لأننا رحي نعفضو بهم ك لاغرسور ما دروبي مان بوغطابل ولا يعني لو كانت فهموا التمرير التاني هادا رحي جيكم سهل بإذن الله سيبا معايا الجملة الموالية لجيج دماند ألاكوزي سيل رغرات سان جست هانا القاضي يسأل المتهم إذا هو نادم على فعلته لحظو معايا كده الكهنية عندنا إيل وعندنا صن هادو دمائر الغائب لما رحي نحولوهم نشوفو كيفاش لجيج demande لأكوزي القاضي سأل المتهم هانا عندنا دو ونفتحو القوسين عندنا هادو كدالك S اللي هي C كدالك تعودنا لدو ولي رغرات وو votre جست ولا يعني هادو رحي نفتحو ال القاضي سأل المتهم هل ندم تعال فعلت نحن هنا لجيج رحي خاطب لكوزي نحن 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 هل ندم تعال فعلت كدالك نحن نحن لكوزي في التمرين السابق لما تلقوا دو يعني ستكون من أراها جملة إمبيراتف يعني جملة أمريا وكذلك لما يعطيكم جملة أمريا وتحولوها ستضعوا في بلاستها دو وكذلك ستصبح كالتالي اللهم يتحدث عن الأضرار في اليungen التي كف الشم ROBERT Hod والليس يعمل لنا السابق TES لقد أنظر potentاً بعد رئيبين الملاكين يتحدث به هم صرف في الامبراطيف. الامبراطيف هو فعل الامر. احاولي ترجع على يعني السيدون هما يسألوا او طالبوا من السلطات اتخذوا اجراءات سارمة. يعني انتم لا تكونوا درتوا الفرق. يعني الهنا السيدون سألوا او طالبوا من السلطات اتخاذ باتخاذ اجراءات. وهنا يتكلموا او يخاطبوا مباشرة السلطات وقالوا لهم اتخذوا اتخذوا انتم اتخذوا اجراءات سارمة. احبتي يعني هذا هو شرح هذا التمرين. انتمنى تكونوا فهمتوني. يعني حتى اذا ما فهمتوش حاجة حاولوا انكم تعاودوا الشرح وكذلك انكم تركزوا مع الاستاذ في القسم. وبنسبة للاسئلة يعني ما عندي حتى مشكل خليوا ليوا في التعليقات اذا ما فهمتوش اي شيء رح هنجاوبكم بكل فرح وصرور. كذلك اذا كان عندكم اشكال ممكن انكم تتواصلوا مع الاستاذ. نعني رح يكون هو كذلك يعني في الخدمة باذن الله. اتمنى تكونوا فهمتوني. ركزوا فقط راهو سهل باذن الله. يبقى هنا احبتي السؤال الاخير. جهكري. جهكري. يعني زميل لك من قسمك سرق في ساحة المدرسة من طرف تلميذ يعني من قسم آخر المدير أو مدير المدرسة استدعاك إلى مكتبه اكتب ثلاث جمل في الخطاب غير المباشر حتى تحكي أو تنقل مقابلتك مع المدير أنا فقط أعطيتكم هنا مقدمة متو ما كملوا الجملة الثالثة يعني كل واحد كل تلميذ يحط فكرة من عنده أنا أعطيكم المقدمة يعني كيفاش تبدو متو ما كملوا لديركتور مو كنفوك دان سن برو اي مو دماند دلوي راكنتي لفئة دانلي مواندر ديتاي المدير استدعاني إلى مكتبه وطالبا مني أن أحكي له الأحداث بأدق التفاصيل هلأ ينتو ما تكملو يعني تا ولا أنتو وش قلتو للمدير ولا أسكو شفتو هادك الحديثة ولا ما شفتو هاش المهم كل تلميذ رايح يكتب الفكرة تاعه والأحباتي بحينا نكون وصلنا لنهاية هاد الدرس نتمنى يكون درس سهل عليكم هو على بالي باللي درس جديد ولكن يعني ما تخافوش منه فقط ركزوا معاه جيدا هو عنده فقط يعني أربع حالات رايحين نلخصوها بإذن الله في فيديو مستقل رايحين نشرحوا فيه أكثر بشرح تفصيلي وشرح ملخص لدرس الو ديسكوغ ديريكت الو ديسكوغ ان ديريكت ما تنسوش من فضلكم أحباتي برتاج للقناة وجام يعني الفيديو والا يعني هذا الشيء رايح يخلي الفيديو ينتشروا وكذلك رايح يوصلوا لأكبر عدد منا التلاميذ وتعمل فائدة على الجميع بإذن الله والا إذا تحبوا الأستاذاتكم ما تنسونش من صالح دعائكم أترككم في رعاة الله وحفظه والسلام الله عليكم